ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام والمهدي صفح من تظر الإنسانية تبدى الثورة بديار الشام بديار الشام بديار الشام ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل بديار الشام بديار الشام ظلت أيام والمهدي صفح من تظر الإنسان تبدى الثورة ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل بديار الشام بديار الشام ظلت أيام والمهدي صفح ساباته ويضل من تظر الإنسانية تبدى الثورة الكونية من تظر الإنسان تبدى الثورة من تظر الإنسان تبدى الثورة بديار الشام يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي سلام على الثمر الإلهي الجني سلام على الكوكب المحمدي الدري سلام على أمير المؤمنين أب الحسني علي ورحمة الله وبركاته سلام على المنتظرين والمنتظرات يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني بحق أجدادك وأبيك أعني أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك الأمان الأمان يا صاحب الزمان الحلقة السابعة بعد العاشرة فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا شكرا هذه هي الحلقة السابعة بعد العاشرة من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان والعنوان لا زال هو العنوان حديث الولادة ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وبحسب ترتيب هذا البرنامج فإننا لازلنا في الشاشة الثالثة من الشاشات المتعددة التي جعلتها نمطا اتبعته في عرض المعلومات والحقائق في هذه الحلقات الشاشة الثالثة كما أسميتها شاشة الأسرة وعنيت بهذا العنوان الأسرة بشكل خاص إمامنا الهادي وإمامنا الحسن العسكري وسيدتنا حكيمة وسيدتنا نرجس على وجه الخصوص أصحاب المزارات والقبور في سامر مع ملاحظتي أن الجدة يعني والدة إمامنا الحسن العسكري هي الأخرى مدفونة هناك ولكن الحكمة هكذا اقتضت كما يبدو حكمة إمام زماننا أن تكون المزارات الواضحة والشاخصة هي مزارات إمامنا الهادي إمامنا الحسن العسكري سيدتنا حكيمة وسيدتنا نرجس وإلا فالسيدة سوسا والدة إمامنا الحسن العسكري والتي كان لها من الدور الكبير في أحرج الظروف بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري هي الأخرى متفونة في نفس المكان الذي فيه هذه المزارات الشريفة على أي حال الحديث إذن في الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة وعرضت مجموعة من الصور الصورة الأولى وثيقة السيدة نرجس وثيقة الزواج الصورة الثانية وثيقة السيدة حكيمة وثيقة الولادة الصورة الثالثة وثيقة سعد الأشعر القمي وهي وثيقة الإمامة والحج الصورة الرابعة تعريف بمصدر هذه الوثائق كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة الصورة الخامسة توضيحات وهذه الصورة إلى هذه اللحظة لم تكتمل ولازلت بصدد عرض بقيتها في هذه الصورة في الصورة الخامسة والتي عنونتها توضيحات في الحلقة الماضية عرضت فيها بعضا من الإشكالات التي تثار على هذه الوثائق التي تم معرضها في هذه الشاشة هناك إشكال استفسار قل ما شئت من أن أم إمام زماننا أمة سوداء فقد ورد هذا في كتب الحديث التي نقلت الأحاديث والروايات بخصوص إمام زماننا وشؤونه صلوات الله وسلامه عليه إذن هناك في الروايات من أن أم إمام زماننا أمة سوداء وهذا المعنى لا ينسجم مع ما تقدم بيانه خصوصا في الوثيقة الأولى والثانية فالسيدة نرجس رومية أوروبية إيطالية بعبارة دقيقة أميرة من أميرات القياصرة ومرت حكايتها وتعريخها فلا هي بأم بنحو الحقيقة وإنما آكذا بحسب الظاهر لأن الإمام الحسن العسكري هو الذي أمرها أن تخرج مع مجموعة من الجوار كما تعرفون القصة أما هذا الأمر يكون مقبولا في سياق تفاصيل الواقعة وهكذا دبر لها هذا التدبير حتى تتمكن من الوصول إلى بيت إمامنا الحسن العسكري أما أنها سوداء فهذا الكلام لا ينسجم مع كل الحقائق التي ترتبط بتأريخي وبحياتي وبشأن السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها لكن عندنا روايات ورد فيها هذا الواصف سأتتبع هذه الروايات وأعرض أيضا بين أيديكم ماذا قال علماؤنا من المتقدمين من المتأخرين من المتقدمين إنني لا أستعمل هنا الإصطلاح الذي يستعمله فقهاء الشيعة في حوزاتنا العلمية لأنهم حين يقولون المتقدمون من العلماء يقصدون ما قبل عصر العلامة الحل والمتأخرون يبدأون منذ زمن العلامة الحل وإنما أقصد من المتقدمين من الذين عاشوا في القرون السابقة قبل قرنين قبل ثلاثة هذا الذي قصدته بحسب ما أعلم أقدم مصدر وردت فيه هذه الروايات بشكل واضح وصريح أقدم مصدر هو كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه وأعتقد مرة الحديث في الحلقات المتقدمة عن شيخنا ابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة ثلاثمائة وستين للهجرة وهو من تلامذة شيخنا الكلين صاحب الكافي وهذا هو كتاب غيبة النعماني بين يدي إذن المصدر الأقدم المتوفر الآن بين أيدينا هو هذا كتاب الغيبة لشيخنا النعماني المتوفى سنة ثلاثمائة وستين للهجرة وأنتم تعلمون من أن الغيبة الصغرى انتهت بوفاة علي بن محمد السمري السفير الرابع سنة ثلاثمائة وتسعة وعشرين للهجرة مثلما تكرر هذا الكلام في الحلقات المتقدمة هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى الف واربعمائة واثنين وعشرين هجري قمري تحقيق فارس حسون كريم صفحة مية وستة وستين الحديث الثالث بسنده عن الحسني ابن محبوب عن هشام ابن سالم الجواليقي عن يزيد الكناسي قال سمعت أبا جعفر الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف من يوسف النبي ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة أقرأ الرواية مرة ثانية عن الحسني ابن محبوب عن هشام ابن سالم الجواليقي عن يزيد الكناسي قال سمعت أبا جعفر الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة فيما بين إمام زماننا والأنبياء هناك هناك أن يؤلف أن يؤلف أن يؤلف كتابا يذكر فيه غيبات الأنبياء وبعبارة أخرى أن يذكر فيه أوجه المشابهة فيما بين شؤونات إمام زماننا وبين أحوال الأنبياء السابقين وهذا المعنى تكرر في الروايات من أن شبها فيما بين إمامنا وبين يوسف النبي ماذا يقول يزيد الكناسي سمعت أبا جعفر الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليله أن يكون الشبه هو هذا من أن الله سبحانه وتعالى يصلح له أمره في ليلة مثل ما تم ليوسف في قضية رؤيا الفرعون المصري الملك المصري في ليلة واحدة رأى الملك المصري ما رأى في منامه منامه الذي كان الذي كان يتضمن البقرات السمان والعجاف القصة المعروفة في ليلة أصلح أمر النبي يوسف فكذاك أمر إمامنا يمكن أن يكون الشبه من هذه الجهة ويمكن أن يكون الشبه من أن أم يوسف أم وكذلك أم إمام زماننا أم بحسب الظاهر بحسب ما يبدو يمكن أما أن تكون سوداء أم يوسف لم تكن سوداء أم يوسف كما هو المعروف هي راحيل وراحيل لم تكن سوداء أم يوسف لم يذكر عنها شيء من أنها سوداء وكذاك أم إمام زماننا لكن الرواية موجودة الرواية موجودة وهذا كتاب شيخنا النعماني ذكر الرواية هنا في هذا الباب صفحة 166 الحديث الثالث بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الحاشية المحقق محقق الكتاب فارس حسون كريم ذكر في الحاشية يقول تعليقا على هذه الرواية اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية رومية نعم اتفقت الروايات أما مغربية فهذا الكلام ليس موجودا في أحاديثنا الشريفة هذا الكلام ورد مذكورا في بعض كتب المخالفين لكن المحقق يبدو أنه نقل هذا الكلام جاهزا عن معجم أحاديث الإمام المهدي وإلا فإن الروايات واضحة أحاديث الأئمة الروايات التي بين أيدينا أم إمام زماننا رومية من بنات القياصرة ورد عن إمامنا الحسن العسكري حين سئل عن أم ولده فقال إنها من بنات القياصرة سأذكر لكم هذه الروايات فيما يأتي بحسب ما يسنح به المقام أما أنها مغربية لم يرد هذا المعنى في رواياتنا وأحاديثنا على حد علمي وإذا افترط أنه ورد في رواية فليس الكلام صحيحا أن يقال اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية ذكر مثل هذا الكلام يسبب الحيرة مع أنه لا أصل له فرواياتنا اتفقت على أن أم إمام زماننا رومية من بنات القياصرة وهي من أحفاد شمعون الصفة من جهة أمها على أي حال المحقق هنا وهذا ما هو بتحقيق أن ننقل كلاما دون أن نشير إلى مصدره اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية أو مغربية ليس صحيحا وليس السوداء نعم وليس السوداء فأم الإمام رومية وليس السوداء ولا يبعد أن يكون الشبه المقصود في الحديث مفسرا بقوله ابن أمة يصلحه الله في ليلة يعني يصلح أمره فيكون المعنى أن فيه شبها من يوسف من جهتين بكونه ابن أمة وبأن الله تعالى يحدث تطورات سياسية في العالم دفعة واحدة دفعة واحدة تمهد لبداية أمره وظهوره ليس مهما التفاصيل ولكن بداية الكلام هي المهمة اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية هذا ليس صحيحا وليس السوداء ولكن في الحاشية ليس هناك من تفسير لورود كلمة سوداء في هذه الرواية النعماني النعماني رحمة الله عليه أورد الرواية لم يعلق عليها هناك من يقول من أن كلمة سوداء ليست موجودة أساسا وإنما أضيفت بعد ذلك إذا كان الأمر هكذا فليس مطالبا من الشيخ النعماني أن يعلق شيئا وفعلا لا يوجد تعليق الشيخ النعماني أورد الرواية ولم يعلق فإما أن الأمر واضح عنده واضح من أن هذه الكلمة ليست موجودة أساسا أو أنها قد صحفت وكانت بصيغة واضحة لا تحتاج إلى تعليق أو أن الأمر كان مغلقا عليه ليس واضحا إطلاقا فلم ينبس ببنت شفة بالنتيجة الشيخ النعماني أورد الرواية إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ما هو هذا الشبه ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة وكرر ذكر هذه الرواية في نفس الكتاب صفحة 233 تحت هذا العنوان كونه ابن سبي ابن خيارة الإمام الحديث الثامن الحديث هو هو ولكن فيه إضافة هذه الإضافة يبدو من الراوي وليست من الإمام وربما تكون الإضافة من الإمام صلوات الله عليه يزيد الكناسي يقول هي نفس الرواية بنفس السنة سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله عز وجل له أمره في ليلة واحدة يريد بالشبه من يوسف يريد غيبة هذه الجملة مضافة إلى نص الرواية يبدو أن هذه الجملة من الراوي أو أنها وضعت حاشية من قبل الشيخ النعماني ولكن النساخ ألحقوها لأن الكتب القديمة لا توجد فيها لا نقاط ولا فوارز ولا أمثال ذلك هذه علامات التفصيل في الجمل والعبارات مثل الفوارز والنقاط وسائر العلامات الأخرى هذه مستحدثة في مثل الزمان الذي ألف فيه هذا الكتاب لم تكن مألوفة ومعروفة في ذلك الوقت فهذه الجملة إما أن تكون من الراوي يعني من يزيد الكناسي لأنه من المستبعد أن تكون من الإمام وتأتي بصيغة الغائب الذي يتناسب مع الحديث أن تأتي بصيغة المتكلم الإمام هكذا يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله عز وجل له أمره في ليلة واحدة يريد من هو الذي يريد إذا كان الإمام يقول أريد بالشبه من يوسف أريد غيبته لكن حين قالت الرواية يريد بالشبه من يوسف غيبته إلا أن يكون الأصل أن الإمام صلوات الله عليه قال يراد بالشبه من يوسف غيبته ولكن حدث تصحيف فبدل من أن يكتب يراد كتب يريد والذي يبدو لي أن هذه العبارة هي من الشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه لأنه في كتابه هذا يعلق على بعض الروايات لأجل شرحها وبيان معناها فكأنه هنا يريد أن يقول يريد بالشبه من يوسف غيبته لا يريد لا يريد أن تشبه لكتبت ليوسف لم ترد هذه المعلومة في كتب التاريخ والسيار من أن أم يوسف كان سودا لكتبت ولذا هذا الإحتمال من أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في الكتاب وإنما أضيفت بعد ذلك هذا الإحتمال يمكن أن يكون صادقاً ويمكن أن يكون قوياً وإن كنت أحتمل التصحيف فيها أنني أحتمل التصحيف في هذه الكلمة وردت رواية لكن الشيخ الحر العاملي لم ينقلها عن غيبة النعماني وإنما نقلها عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة كمال الدين وتمام النعمة هناك اختلاف واضح في نسخ عديدة من هذا الكتاب النسخة التي بين أيدينا هذه النسخة وهذه النسخة مأخوذة من نسخ مشهورة ومعروفة هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 362 الحديث الثاني عشر الرواية هنا بسند يختلف عن السند الذي جاء مذكورا في كتاب غيبة النعماني إلى أن يقول عن ضريس الكناسي قال سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه سنة من يوسف سنة وليس شبه ابن أمة سوداء يصلح الله عز وجل أمره في ليلة واحدة هذا الكتاب له نسخ متعددة ويوجد اختلاف في النسخ نسخة نقل عنها المحدث الحر العاملي في كتابه إثبات الهدات لم تكن فيها كلمة سوداء موجودة ونفس الشيء أشار إليه الشيخ لطف الله الصافي القل بيقاني في كتابه منتخب الأثر وسنأتي عليه إذن كتابه غيبة النعماني الشيخ النعماني ذكر الرواية بنفس السندي مرتين بحسب الطبعة التي بين يدي ذكرها في صفحة 166 رقم الحديث الثلاثة وجاء هنا تعليق المحقق لا يجيب على الإشكال وقد نقله عن كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي تصرف بشيء قليل فيه في صفحة 233 الحديث الثامن هناك عبارة ملحقة بالرواية ويبدو أن هذه العبارة من الشيخ النعماني يريد بالشبه من يوسف غيبته وجه المشابهة وليس أن أمه سوداء فإن أم يوسف ما هي بسوداء هذا الذي يفهم من هذا التعليق على هذه الرواية إذا صح هذا الاحتمال من أن هذا التعليق هو للشيخ النعماني النتيجة ما جاء من حديث وقد رواه مرتين الشيخ النعماني في كتاب غيبة النعماني فإن الحديث عن أن أم إمام زماننا سوداء يعني سوداء البشرة والأمر هو هو في كتاب كمال الدين وتمام رضوان الله رضوان الله تعالى عليه في كتابه المعروف إثبات الهدات فقد نقل الرواية عن كمال الدين وتمام النعمة من دون كلمة سوداء الشيخ الشيخ المجلسي وهذا هو الجزء الحادي والخمسون من كتاب بحار الأنوار طبع الدار إحياء التراث العربي وهذه الصفحة ميتين وثمونطعاش ميتين وثمونطعاش قبل أن أقرأ عليكم ما جاء في كتاب بحار الأنوار نذهب إلى فاصل اشتركوا في القناة 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 الشيخ المجلسي رحمة الله عليه الشيخ محمد باقر في الجزء الحادي والخمسين من بحار الأنوار صفحة 218 الحديث الثامن نقل نفس الحديث الذي قرأته عليكم من كتابي كمال الدين وتمام النعمة ثم أشار إلى أن هذا الحديث جاء في غيبة النعمان فقط ذكر السنة وقال مثله فهناك حديث مثله يوجد بعض الاختلاف مثل شبه وسنة ولكن المضمون هو المضمون ثم كتب بيانا على أننا لا نستطيع أن نقطع بالضرورة أن كل بيان ذكر في كتاب بحار الأنوار هو بقلم الشيخ المجلسي ولكن بحسب الظاهر هي هذه بياناته فهكذا يقول الشيخ المجلسي بيان قوله عليه السلام ابن أمت سوداء يخالف كثيرا من الأخبار التي وردت في وصف أمه عليه السلام ظاهرا يخالف كثيرا من الأخبار يخالف كل الأخبار ما عندنا إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أن أم إمام زماننا سوداء البشرة هناك رواية في الكافي وسأعرضها بين أيديكم لا علاقة لها بالموضوع رواية جاءت في التعبير وفقا لمعاريض الكلام وسأبين هذا الأمر أقرأ بقية كلام الشيخ المجلسي سأقرأ من البداية كي يترابط الحديث بيان قوله عليه السلام ابن أمت سوداء يخالف كثيرا من الأخبار التي وردت في وصف أمه عليه السلام ظاهرا في وصف أمه أم إمام زماننا إلا أن يحمل على الأم بالواسطة أو المربية الأم بالواسطة أو المربية الأم بالواسطة مثلا أن تكون المرضعة مثلا هذه هي الأم بالواسطة إما المرضعة إما المربية هذا الاحتمال ممكن ولكنه بعيد جدا هذا الاحتمال ممكن من أن أمت سوداء كانت ترعى إمام زماننا في صغره يمكن ولكن لا دليل عليه هذا احتمال احتمله الشيخ المجلسي لأجل أن يتخلص من هذا الإشكال ابن أمت سوداء يخالف كثيرا من الأخبار التي وردت في وصف أمه عليه السلام ظاهرا إلا أن يحمله على الأم بالواسطة أو المربية المرجع المعاصر الشيخ لطف الله الصافي القلبيغاني في كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر وهذا هو الجزء الثاني هذه الطبعة الثالثة ألف أربعمائة وثلاثين هجري قمري المطبعة كوثر قم المقدسة والناشر مكتب المرجع نفسه مكتب الشيخ لطف الله الصافي فهذا هو الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة واثنعاش رقم الحديث ستمائة أو سبعة وثمانين الحديث الذي جاء مذكورا في غيبة الشيخ النعماني والذي قرأته عليكم قبل قليل هو هو بنفسه إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة بعد أن يذكر ما قاله الشيخ المجلسي في البحار وقد قرأته عليكم قبل قليل هو يعلق شيخ لطف الله الصافي أقول هذه الجملة يعني الوصف بالأمة السوداء بالسوداء هذه الجملة غير موجودة في نسخة كمال الدين المترجمة بالفارسية ونسخة طبع النجف سنة 1389 للهجرة صفحة 320 مثل ما قلت كتاب كمال الدين وتمام النعمة فيه نسخ متعددة وحدث فيه عبث حذفت منه أشياء من خلال متابعة كتب المتقدمين الذين نقلوا عن هذا الكتاب فإننا نجد بعض الأشياء ليست موجودة الآن في النسخ التي بين أيدينا فشيخ نطول الله الصافي يشير إلى النسخة الفارسية المترجمة عن نسخة عربية لهذا الكتاب لكتاب كمال الدين وتمام النعمة فيقول إن الرواية خلية منها ويشير إلى النسخة التي هي طبعة النجف سنة 1389 وهذه النسخة أنا قد قرأتها ورأيتها في السنين السابقة وكانت عندي حين كنت في مدينة قم وفعلاً هذه النسخة خلية من كلمة سوداء إلى أن يقول هذا مضافاً إلى أن شبهه من يوسف الغيبة والسجن المراد من السجن يعني هل أن الإمامة الحجة صلوات الله وسلامه عليه دخل زنزانات السجون المراد من السجن يعني عدم التواجد بشكل ظاهري يبدو هذا الذي يقصده وعلى هذا لا يبعد احتمال الزيادة في الحديث والله أعلم احتمال الزيادة يعني هناك من أضاف هذه الكلمة هذا الاحتمال موجود يمكن أن تكون الكلمة مضافة يمكن أن تكون الكلمة مصحفة وهذا ما أعتقده ما أعتقده أن الكلمة مصحفة هناك كلمة أخرى غير هذه الكلمة ولكن تلك الكلمة بدلت صحفت وهذا الاحتمال الذي طرحه الشيخ لطف الله الصافي من أن هذه الكلمة يمكن أن تكون زائدة ومضافة هذا الاحتمال مطروح وطرحه عديدون من أن هذه الكلمة زائدة ومضافة في معجم أحاديث الإمام المهدي تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية وهذا هو الجزء الرابع طبعة الثانية 1428 هجري قمري إذا ما ذهبنا إلى صفحة 357 صفحة 357 رقم الحديث 771 إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة هنا في هذا المعجم في معجم أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مثل ما قلت في صفحة 358 نقلوا الرواية عن غيبة النعماني وأشاروا أيضا إلى مصادر أخرى كمال الدين إثبات الهدات وإثبات الهدات مثل ما قلت من أن الحر العاملي رحمة الله عليه صاحب إثبات الهدات نقل عن نسخة من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لا توجد فيها كلمة سوداء ولربما هنا أسقطت من هذه النسخة مثلا النساخ لم يفهموا هذه الكلمة وأسقطوها وبعد ذلك تأتي هذه الملاحظة في صفحة 358 ملاحظة الظاهر أن كلمة سوداء في نسخة النعماني زائدة هذا استظهر ربما حيث اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية هذا هو الكلام نفسه الذي قرأته عليكم قبل قليل في حاشية كتاب غيبة النعماني نفس الكلام مع شيء من التصرف يتناسب مع كتاب غيبة النعماني باعتبار أن المعجم هنا يتحدث عن كتاب غيبة النعماني بينما تلك الحاشية تأتي مناسبة داخل الكتاب ومن هنا المحقق تصرف فيها بعض الشيء الظاهر أن كلمة سوداء في نسخة النعماني زائدة حيث اتفقت الروايات على أن أم المهدي رومية أو مغربية وليس السوداء ولا يبعد أن يكون الشبه المقصود في الحديث مفسرا بقوله ابن أمة يصلحه الله في ليلة فيكون المعنى أن فيه شبها من يوسف من جهتين بكونه ابن أمة وبأن الله تعالى يحدث تطورات سياسية في العالم دفعة واحدة تمهد لبداية أمره وظهوره الشيخ علي الكوراني في كتابه المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي الطبعة الأولى ألف وأربعمية أو ستة وعشرين هجري قمري في صفحة سبعمية واحد وثماني ماذا يقول الشيخ الكوراني والشيخ الكوراني كانت له صلة وإشراف على جمع الأحاديث وطباعة هذا المعجم وإن لم يشر إلى اسمه في هذه الطبعة ولكن الطبعات الأولى المتقدمة لهذا المعجم في الأجزاء الأولى أشير إلى اسم الشيخ علي الكوراني لكن هذه الطبعات المتأخرة وهي الطبعات الكاملة لم يشر إلى اسم الشيخ الكوراني فيها هذا كتاب الشيخ الكوراني المعجم الموضوع لأحاديث الإمام المهدي صفحة 781 بعد أن يورد رواية النعماني التي فيها ابن أمة سوداء أقول هذا هو تعليق الشيخ الكوراني أقول كلمة سوداء في نسخة النعماني لا تصح لأن أم يوسف ليس السوداء وأم الإمام المهدي ليس السوداء فقد اتفقت الروايات على أنها رومية والكلام صحيح جدا فلا أم يوسف سوداء ولا أم الإمام سوداء والروايات عندنا في كتبنا اتفقت على أنها رومية فشبهه بيوسف من جهة كونه ابن أمة وبأن الله يصلح أمره في ليلة أي كما أرى فرعون المنام فكان ذلك سبب نجاة يوسف وحكمه فكذلك يحدث تطورات في العالم في ليلة تمهد لبداية أمر المهدي وظهوره ولربما أصل التعليقة في معجم أحاديث الإمام المهدي ربما هي للشيخ الكوراني لأنه كان مشرفا على هذا المعجم فهناك نصف من المضمون موجود هنا هذا ما قاله الشيخ الكوراني وكلامه صحيح ودقيق فإن أم يوسف ليس السوداء وإن أم إمام زماننا ليس السوداء وإن أم إمام زماننا رومية هكذا صرحت الروايات والأحاديث التي بين أيدينا فإما أن هذه الكلمة مضافة لأنها ليست صحيحة إما أن هذه الكلمة مضافة وإما أنها مصحفة صحفة هذا الكتاب السيدة نرجس سليلة الإمبراطورية البيزنطية ووالدة منقذ البشرية عادل الهادي الحسني الطبعة الأولى 1438 هجري قمري صفحة 224 ماذا يقول الأستاذ عادل الهادي الحسني وقد وقد بذل جهداً مشكوراً في هذا الكتاب في صفحة 224 يقول الأستاذ عادل الهادي الحسني بصدد بيان معنى سوداء يقول المراد من سوداء أنها سيدة أهلها أنها سيدة قومها أنها سيدة هكذا يقول في صفحة 224 فسودوها عليها السلام على البقية سودوها يعني بذلك أهل البيت الإمام الهادي الإمام الحسن العسكري السيدة حكيمة من أنهم سودوها جعلوها سيدة فسودوها عليها السلام على البقية أي جعلوها سيدة وهذا معروف في لغة العرب فهذا معنى سوداء سودوها أي جعلوها سيدة هذا معروف في لغة العرب هذا صحيح أما فهذا معنى سوداء لا أدري من أين جاء بهذا الأستاذ عادل الهادي الحسن اللغة إما أن تأخذ بشكل سماعي أو بشكل قياسي بشكل سماعي على حد علمي لم أطلع على نص عربي من النصوص القديمة استعملت فيه كلمة سوداء بمعنى السيدة على حد علمي إلا إذا كان الأستاذ عادل الهادي الحسني قد عثر على نص بهذا المعنى بالنسبة لي سماعا لم أطلع وحين أقول بالنسبة لي سماعا لم أطلع مع بحث طويل في كتب اللغة ليس بخصوص هذه المسألة مع هذا العمر الطويل الذي عشته مع كتب اللغة والبلاغة والأدب مع العربية فإنني لم أطلع على نص من النصوص العربية استعملت فيه كلمة سوداء بمعنى سيدة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إذا كان الأستاذ عادل الهاد الحسني قد عثر على مثل هذا قياسا لا نملك قاعدة نستطيع أن نستعملها فنجعل من كلمة السوداء بمعنى سيدة ما عندنا قاعدة سوداء صفة وهناك مجموعة من القواعد الصرفية ومجموعة من الهيئات والصياخ مثلاً عندنا مجموعة فعلان فعلة هذه مجموعة مثل سكران سكرة عطشان عطشا هذه مجموعة صفات فعلان فعلة وعندنا مجموعة صفات أفعل فعلاء أبيض بيضاء أحمر حمراء أسود سوداء فسوداء بحسب هذه القواعد والصياخ هي في جملة الصفات وهي في جملة صفات الألوان فسوداء يعني ملونة باللون الأسود وإذا كان الحديث عن امرأة يعني أن بشرتها سوداء هذا الذي أعرفه من الصيغ والهيئات والقواعد والقياسات لأن اللغة كما قلت هي إما سماعية أو قياسية قياسا سوداء تدخل في صفات الألوان وصفات الألوان أفعل فعلاء المذكر بصيغة أفعل والمؤنث بصيغة فعلاء أبيض بيضاء أحمر حمراء أصفر صفراء أسود سوداء فسوداء صفة بحسب القياس وهي من معاني الألوان من صفات الألوان لا أعرف أن هذه الصيغة استعملت في معنى سيدة ولكن التعبير الأول سودوها نعم يسود أهل المرأة المرأة ولكنها تصبح سيدة لا تصبح سوداء ولذلك الشطر الأول من كلامه كان صحيحا فسودوها عليها السلام على البقية أي جعلوها سيدة هذا الكلام صحيح يقال القبيلة الفلانية سودت فلانا عليها أي جعلته سيدا فيمكن أن يقول سيد فلانا ويمكن أن يقول سود فلانا ويمكن أن يقال فلان أسود من فلان في قومه يعني أسيد ليس المراد هنا السواد اللون إذا كان السواد اللون لا يقال هكذا لأن أسود هي صفة وليست من صيغ أفعل التفضيل وإنما يقال فلان أشد سوادا من فلان فلا يقال فلان أسود من فلان لأنه أكثر سوادا أسود هي صفة وليست من صيغ أفعل التفضيل ولكن في الاشتقاقات من السيادة حينما نقول القوم سودوا زيدا أي جعلوه سيدا وحين نقول زيد أسود من بكر في قومه يعني أكثر سيادة أما إذا أردنا الزيادة في اللون فإننا نقول زيد أشد سوادا أشد بياضا من فلان ويقال أيضا من أن الرجل أسود أسود هنا فعل أي أنه أنجب سيدا أسود الرجل ولدا في تعريخ كذا هذا الولد كان سيدا فأسود الرجل أو أساد الرجل وأسودت المرأة فنقول أسودت السيدة نرجس أي أنجبت ولدا سيدا فلا توجد صيغة سوداء بمعنى سيدة هذا ما أعرفه من لغة العرب إذا كنتم تعرفون شيئا آخر أخبرونا فإن سوداء لا تعطي معنى سيدة في لغة العرب بحسب ما أعرفه سماعا وقياسا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة فقط أعيد قراءة كلام الأستاذ عادل الهاد الحسني يقول فسودوها عليها السلام على البقية أي جعلوها سيدة هذه حقيقة وتتذكرون ماذا قالت السيدة حكيمة للسيدة نرجس ليلة النصف من شعبان قالت لها أنت سيدتي لما جاءت السيدة نرجس كي تأخذ خفوي السيدة حكيمة وسألتها عن حالها وخاطبتها بسيدتي وسيدة أهلي فماذا قالت لها السيدة حكيمة بل أنت سيدتي فأهل البيت سودوها أي جعلوها سيدة فما هي بأمن هي أميرة هي بنت القياصرة وأهل البيت سيدوها وشرفوها شرفا لا مثيل له هذا الكلام صحيح ولكن كلمة سوداء لا تدل على معنى السيادة وعلى أنها سيدة أبدا يعني هذا التخريج ليس صحيحا هنا تظهر معالم البلاغة والفصاحة حين قال أئمتنا أعرف كلامنا فإنا قوم فصحا لأننا من دون الفصاحة والبلاغة ومن دون معرفة أسرار العالمين العربية لن نستطيع أن ندرك حقائق كلامهم ولذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تعلموا العربية فإنها كلام الله مع خلقه كلام الله إلى خلقه والكلام هو هو تعلموا العربية فإنها كلام محمد وآل محمد وآل محمد مع أشياعهم نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل ليأعود إليكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر الكتاب الذي بين يدي صاحب هذا الأمر من فكر السيد أبو عبد الله القحطاني يبدو على سبيل الحكاية أبو عبد الله القحطاني وإلا المضاف والمضاف إليه المفروض من فكر السيد أبو عبد الله القحطاني فهو من الأسماء الخمسة أو الستة والتي تجرب الياء إلا إذا كان البناء على الحكاية صاحب هذا الأمر من فكر السيد أبو عبد الله القحطاني بقلم المهندس مجيد الخزعلي إعداد صلاح الكاظمي توزيع دار المحجة البيضاء الطبع الأولى 1432 هجري قمري صفحة 87 والمراد بالسيد أبي عبد الله القحطاني هو حيدرم شتت شخصية عرفت في الوسط العراقي بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم له اتجاه فكري معين داخل الوسط الشيعي وله أتباع أيضا وقد قتل الرجل في حوادث القتل الكثيرة التي انتشرت في العراق بعد سقوط النظام البعثي المجرم في صفحة 87 حينما يصل الحديث إلى إن صاحب هذا الأمر ابن أمة سوداء التي لم يستطع العلامة المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار ولا الشيخ النعماني في غيبته من ردها بل وقف حائرين أمامها بالنسبة للشيخ المجلسي حيرته واضحة أما النعماني فلم يقل الرجل شيئا حيرته ليست واضحة علايحة ليس مهما هذا إن صاحب هذا الأمر ابن أمة سوداء التي لم يستطع العلامة المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار ولا الشيخ النعماني في غيبته من ردها يعني من ردها من دفع هذا الإشكال بل وقف حائرين أمامها إنما هي تشير إلى شخص آخر هذه المجموعات التي ظهرت في العقود المتأخرة والتي تحاول أن تسبغ الكثير من الصفات التي وردت في الروايات على رموزها مثل مجموعة جند السماء مجموعة القرعاوي مثل مجموعة القحطاني مثل مجموعة أحمد إسماعيل الذي يلقب نفسه ويلقبه أتباعه باليماني مثل مجموعات أخرى الآن تنتشر تحت عنوين رواة الحديث وأمثال ذلك فيحاولون أن يسقطوا هذه الروايات على رموزهم ولست الآن بصددي مناقشتي هذه الاتجاهات ولكنني أردت أن آتي بمثال من الواقع الشيعي مثل ما ذكرت ما ذكرت من الكتب المتقدمة التي عرضتها بين أيديكم أحاول أن أضع جميع المعلومات على الطاولة لأجل أن تدرك الحقائق بأنفسكم احتراما لعقولكم إنني أضع هذه الحقائق بين أيديكم إنما هي تشير إلى شخص آخر غير الإمام وهو من يسمى صاحب هذا الآمر أي صاحب الدعوة للإمام فهم يشيرون هنا إلى القحطاني إلى حيدر مشتت الذي قتل ونفس الشيء جماعة اليماني يشيرون إلى اليماني وهكذا كل مجموعة تشير إلى صاحبها وإلى رمزها وإلى صنمها عبر ما شئت إنما هي تشير هذا الذي أمه أمة سوداء إنما هي تشير إلى شخص آخر غير الإمام وهو من يسمى صاحب هذا الآمر صاحب هذا الآمر هو الإمام الذي تتنزل عليه الملائكة من كل أمر في ليلة القدر فهو صاحب الأمر فهل أن الملائكة تتنزل على حيدر مشتت أو على غيره إنما هي تشير إلى شخص آخر غير الإمام وهو من يسمى صاحب هذا الأمر وهو من يسمى صاحب هذا الأمر أي صاحب الدعوة للإمام والتي تكون أمه سوداء اللون فهل كانت أم حيدر مشتت سوداء اللون لذلك فروا إلى جملة أخرى والتي تكون أمه سوداء اللون أو قريبة من هذا كأن تكون سمراء والله العالم وبهذا يثبت أن صاحب هذا الأمر هو شخص غير الإمام المهدي والتي تكون أمه سوداء اللون أو قريبة من هذا كأن تكون سمراء والله العالم هذه الحالة موجودة في هذه المجموعات التي تحاول أن تسقط أوصاف الروايات على رموزها وأشخاصها وليس الأمر محصورا بهذه المجموعة أو بالمجموعات الأخرى التي أشرت إليها وإنما في وقتنا الحاضر هناك مجموعات كثيرة منها ما هو معروف في الوسط الإعلامي ومنها ما هو ليس معروفا في الوسط الإعلامي ولكنني بسبب تتبعي ومعرفتي بتفاصيل ما يجري في الواقع الشيعي يصل إلى مسامعي ويقع ويقع في دائرة اطلاع ومعرفتي بالأمور ما يقع وما يصل إلي بخصوص هذه المجموعات نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا شكرا الذي يخلص عندنا من كل ما تقدم من حديث في هذه الحلقة يخلص عندنا أمران الأمر الأول وجود كلمة سوداء في الروايات احتمال احتمال أنها مضافة هذا الاحتمال وارد وهذه الإضافة تأتي تحريفا مخصودا تأتي تصحيفا مضافا من دون قصد كل هذا وارد ولكن لا نملك دليلا على ذلك المشكلة في أن هذه الكلمة حينما أضيفت إلى النصوص فإن المعاني تتغير حينما نقرأ الروايات ونجد هذه الكلمة إننا نجد اضطرابا واضحا اضطرابا معنويا المسلم عندنا ليس كذلك أم إمام زماننا رومية وما هي بسوداء ووصفها بأمة هو وصف ظاهري لأن الأمور هكذا جرت مثل ما جرى على يوسف فهل أن يوسف فعلا كان عبدا لم يكن عبدا ولكن تراكيب الأمور وتراتيب الأحداث أوقع يوسف في العبودية وهكذا جرت المقادير وإلا فيوسف لم يكن عبدا كان نبيا فهل يمكن أن يكون النبي عبدا عند أحد من الناس لا يمكن هذا السيدة نرجس بحسب ما جرت الأمور هي أمان لكنها ليس سوداء هذا شيء قطعي إذن الأمر الأول هو ورود هذه الكلمة في الروايات هذا لا نستطيع أن ننكره ولكن يمكن أن نقول من أنها زائدة مثل ما قال البعض من الذين تقدم كلامه الأمر الثاني إلى هذه اللحظة لم نجد بيانا أو شرحا واضحا لهذه المعضلة لهذه المعضلة المعنوية التي قد تبدو صغيرة ولكنها ليست بصغيرة لابد أن يكون لنا موقف واضح وإلا فإن هذا سيشكل خللا في المنظومة الفكرية التي نظمناها وفقا لهذه الشاشات وهذا معطا من المعطيات جاء في أهم الكتب والمصادر جاء في كتاب غيبة النعماني وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة وهذه من أمهات مصادرنا في هذا الموضوع ومن مصادرنا الأصول إذن ما هي النتيجة النتيجة بحسب ما أزعم هناك موقف شرعي وهناك موقف علمي الموقف الشرعي أن نتمسك بالقواعد وبالأصول التي وضعها لنا أئمتنا في التعامل مع حديثهم هم أخبرون من أن أحاديثهم تشتمل على المحكم والمتشابه والأحاديث المتشابهة بحسب الواقع بحسب الواقع هي على نحوي قطعا كلام الأئمة عن أحاديث متشابهة يتحدث عن نحو واحد وهي الأحاديث التي نسجها الأئمة بأسلوب التشابه هم نسجوها أحاديث متشابه قطعا لحكمة من الحكم على سبيل المثال إذا كان هذا الحديث فعلا صدر عن الأئمة وبهذا التعبير ابن أمة سوداء سيكون حديثا متشابها لماذا لا أدري ولكن ربما هو نوع من التعمية على العباسيين وهذه أحاديث من قول عن الإمام الباقر وكان العباسيون بشكل خاص يتابعون أحاديث الباقر وأحاديث الإمام الصادق ولكنهم كانوا يتابعون أحاديث الباقر لأن الإمام الباقر تحدث عن الوقاع المستقبلية في زمن لم تكن الدولة العباسية موجودة فحينما يتحدث عن بني العباس لا يلاحظ أمر التقية أما إمامنا الصادق هم يتابعون أحاديث ولكنهم يعلمون من أنه هو يعيش في عصرهم فإنه يلاحظ التقية في بعض الأحيان حين يتحدث لذلك كان العباسيون يهتمون بأحاديث الإمام الباقر فلربما تكلم الإمام الباقر هذا الكلام وفقا لمخطط طويل مثلما خطط للسيدة نرجس في زمن الإمام الهادي فإنهم يخططون لها منذ البداية فقال الإمام ما قال هو للتعمية على العباسيين مثل ما جعلوا لها أسماء كثيرة هناك أسماء كثيرة للسيدة نرجس مثل ما أخفيت ردحا من الزمن في بيت السيدة حكيمة وأساسا جعل للسيدة حكيمة جعل لها بيت خاص بها مع أنها لم تكن متزوجة السيدة حكيمة لم تكن متزوجة ولا تزوجت لأنها أوقفت حياتها لهذا المشروع ولذا ورد عندنا في الروايات من أن اسم أمي الحجة بن الحسن حكيمة كل ذلك للتعمية هناك عدد كثير وليس قليلا من الإخبارات ومن الروايات تخبر عن أن أمة إمام زماننا اسمها حكيمة وهذا جزء من التعمية استعمال نفس اسم السيدة حكيمة أن يكون بيت خاص للسيدة حكيمة خلافا للأعراف الجارية فالأخت إذا لم تكن متزوجة تسكن في بيت أخيها خصوصا إذا كان سيدا معروفا مهابا ولكن أفرد لها منزل لغاية هناك تخطيط فلربما كان هذا الكلام هو في إطار الحديث المتشابه الذي صدر بشكل مباشر عن الإمام المعصوم ويراد منه التعمية أفليس إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كان يفرق بين شيعته في أوقات الصلوات وحينما كان يدخل بعض أصحابه عليه ويشكو له كيف أن الشيعة يختلفون في أوقات صلواتهم جماعة تصلي وجماعة لا تصلي فماذا قال له إمامنا الكاظم أنا الذي فعلت ذلك بهم حفاظا على رأسي ورؤوسكم هناك أساليب من التعمية وأساليب من السرية وأساليب من الكتمان في حديث الأئمة لست بصدد الولوج في هذه الساحة فإن هذا يقتضي أن أفتح ملفا واسع فهذا الحديث حديث متشابه إذا كان صادرا عن الإمام الباقر فعلا إذا كان هذا الحديث صادرا عن الإمام الباقر فعلا بهذا التعبير فهو حديث متشابه لماذا لحكمة من الحكم لا أدري ما ذكرته ذكرت ذلك احتمالا إذا كان الإمام قد ذكره هو حديث متشابه لماذا هذا التشابه في الحديث لحكمة الإمام يعرفها ما ذكرته أنا كان مثالا كان بيانا لا أكثر كان اقتراحا فكريا وعلميا مني لا أفرضه على حديث الإمام نحن هكذا نقرأ في الكافي الشريف هذا هو الجزء الأول من الكافي باب اختلاف الحديث الحديث الأول حديث طويل وهذا الحديث نقله شيخنا الكليني عن شيخه علي ابن ابراهيم القمي صاحب التفسير المعروف وهو نقله عن كتاب سليم ابن قيس إذا تتذكرون قلت لكم من أن من مصادر كتاب الكافي كتاب سليم رضوان الله تعالى عليه هذه الرواية من الروايات التي نقلها الكلين في الكافي نقلا عن كتاب سليم بواسطة شيخه علي ابن ابراهيم هكذا جاء في السند علي ابن ابراهيم ابن هاشم عن أبيه عن أبيه ابراهيم عن حماد ابن عيسى عن ابراهيم ابن عمر اليماني عن أبان ابن أبي عياش هذا الذي نقل لنا كتاب سليم عن سليم ابن قيس الهلالي قال قلت لأمير المؤمنين إلى آخر الحديث فمن جملة ما جاء في كلام أمير المؤمنين ماذا قال فإن أمر النبي مثل القرآن فإن أمر النبي مثل القرآن وحديثهم واحد حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وهكذا هو حديث علي وحديث علي هو حديث محمد صلى الله عليه وآله وحديث محمد هو حديث الله هو كلام الله هذه عقيدتنا في حديثهم وفي كلامهم وهذا المضمون مبين في الكاف الشريف وفي غيره فماذا يقول سيد الأوصياء فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ لحديث أيضا فيها ناسخ ومنسوخ وهذا باب ليس سهلا على كل أحد هذا باب دقيق ولذلك قال الأئمة أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم منا لا بحسب علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام هذه الترهات الناصبية هذا علم لا ينال إلا من خلال حديث أهل البيت لا من هذه الدراسات الحوزوية الغارقة والمغرقة في الفكر الناصبي فإن أمر النبي مثل القرآن حديثهم هكذا ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه إلى آخر ما فصل أمير المؤمنين الحديث طويل وفي الحديث الثاني من نفس هذا الباب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن إمام من الصادق إلى أن يقول إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن هناك ناسخ ومنسوخ هناك محكم ومتشابه هناك خاص وعام ماذا قال أمير المؤمنين ويتحدث عن كلام رسول الله فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه وهنا يقول إمامنا الصادق إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن وفي رواية ثالثة عن إمامنا الصادق الرواية مفصلة إلى أن يقول فنسخت الأحاديث بعضها بعضا فنسخت الأحاديث بعضها بعضا هناك ناسخ ومنسوخ في حديث أهل البيت ولذلك إمام زماننا لمن أرجع أرجع إلى رواة أحاديث أهل البيت رواة الأحاديث هم الذين يعرفون الناسخ من المنسوخ والخاصة من العام والمحكمة من المتشابه لا الآن مجاميع من الجهال الذين لا يحسنون أن يكتبوا سطرين بشكل صحيح أو أن يقرأوا ويفهموا سطرين بشكل صحيح من أي كتاب من الكتب يقولون عن أنفسهم بأنهم رواة أحاديث فالحديث فيه محكم ومتشابه وخاص وعام وناسخ ومنسوخ ولذلك قواعد وأصول وهذه القواعد والأصول لن تجدوها فيما يسمى بعلم الأصول أو بعلم الكلام أو بعلم الرجال أو أمثال هذه الترهات هذا موجود كله في حديث العترة الطاهرة وفي حقائق معارفهم وثقافتهم التي تتجلى متعانقة ما بين معارف الكتاب والعترة هذا هو عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق هذا هو الجزء الأول منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات صفحة 261 الحديث التاسع والثلاث عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام ماذا يقول إمامنا الرضا من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط المستقيم ثم قال إن في أخبارنا متشابه 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 القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا إذن إذن نحن عندنا أحاديث متشابه وأحاديث وأحاديث محكمة هناك أحاديث متشابهة صدرت عن نفس المعصوم المعصوم هو صاغها لنا بصيغة الحديث المتشابه لحكمة من الحكم في بعض الأحيان ربما نعرفها وفي بعض الأحيان لا نعرفها إذا افترضنا أن هذا الحديث صدر عن الإمام الباقر بهذه الصيخة وأخبر عن أن أم إمام زماننا أمة سوداء هذا حديث متشابه قلت عنه حديث متشابه لأن الأحاديث الواضحة والصريحة والمتكررة بخلاف هذا المعنى من هنا صار حديث متشابه ما هي الحكمة والغاية لا أستطيع أن أقطع بها ولكنني أشرت إلى أن الغاية لو كان الحديث هكذا صدر هي التعمية التعمية الأمنية هي التعمية على بني العباس وهذا يمكن أن يستنتج من خلال الملابسات المحيطة بحياة السيدة نرجس وفيما يرتبط بسرية المشروع المهدوي وسائر التفاصيل الأخرى التي ترتبط بهذا الموضوع من جميع الجهات هناك أحاديث متشابهة لم تكن قد صدرت عن الأئمة ولكن الرواة من دون قصد أساءوا في نقلها واشتبهوا أو النساخ فأسقطوا كلمة أضافوا كلمة نقلوا المضمون ولم ينقلوا النص ولكنهم ما استطاعوا أن ينقلوا المضمون بشكل صحيح بسبب من نفس الرواة بسبب من نفس النساخ حدث تشويه للنص أو للمضمون بحيث صار الحديث ليس واضحا فهذا حديث متشابه لأن الحديث المتشابه عندنا بحسب الواقع إما أن يكون قد صدر متشابها من المعصوم لغاية من الغايات لحكمة من الحكام قد نعرفها في بعض الأحيان وقد لا نعرفها والحديث حينئذ إذا أردنا أن نفهم معنى أن نعود به إلى المحكمات فإذا رجعنا بهذا الحديث إلى المحكمات الأحاديث الواضحة والمتكررة والبينة والتي لا نشك في مضمونها تقول بخلاف هذا المضمون بخلاف أنها أمة سوداء فإذا هذا الكلام إذا كان صادرا من المعصوم فهو متشابه وحينئذ علينا أن نفهمه في هذا السياق فحينما ندرس التفاصيل فإننا لا نجد سببا إلا التعمية هذا ما نستطيع أن نصل إليه ربما نستكشف شيئا آخر وحينئذ فإن هذا الحديث نحن لا نرتب عليه أثرا نضع هذا الحديث جانبا وإذا كانت تشابه من الرواة فإننا نطرح الحديث الذي يثبت عندنا أو يغلب على ظننا من أن هذا التشابه جاء من قبل الرواة ونعود إلى الأحاديث الواضحة البينة التي نعرفها وبالتالي فإن الموقف الشرعي من هذه الرواية من هذا الحديث الذي يتحدث عن أن أم إمام زماننا سوداء سوداء البشر هذا المضمون نحن نطرحه جانبا لأن هذا الحديث حديث متشابه سواء كان هذا التشابه بحسب النص المعصوم من المعصوم نفسه لحكمة من الحكام أو أن التشابه حدث بسبب الرواة بسبب النساخ كان كان تحريفا متعمدا كان تصحيفا ليس مقصودا ولكن هو هذا الذي وصل إلينا فمن الجهة الشرعية نحن لا نرتب أثرا نحن مكلفون شرعا بحسب هذه النصوص أن نتمسك بالمحكمات هذا هو الموقف الشرعي وما عندنا أي إشكال في ذلك أما الموقف العلمي الموقف العلمي لا يستطيع أحد أن يقطع بنتيجة علمية أو بأمر علميا واضح في مثل هذه الأمور لكن الذي يغلب على ظني أن هذه الكلمة موجودة في الرواية ولكنها صحفت ما يغلب على ظني أن هذه الكلمة هي سوراء وليست سوداء نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 كان حديثي عن الموقف العلمي وكما قلت قبل قليل من أن أحدا لن يستطيع أن يقطع قطعا علميا في مثل هذه المطالب ولكن لأن التصحيفة منتشر في كتب الحديث في كل الكتب القديمة نحن الآن نتحدث عن كتاب غيبة الشيخ النعماني رحمة الله يعلم هذه القضية قضية التصحيف موجودة باعتبار أن هذا الكتاب هو الكتاب الأقدم الذي اجتمل على هذا المعنى الكتب التي جاءت من بعده نقلت عنه قد يكون كتابه كمال الدين وتمام النعمة قريبا منه فإن النعماني توفي سنة 360 للهجرة والصدوق توفي سنة 381 للهجرة على أي حال فلا نستطيع أن نقطع قطعا علميا ولكنني كما قلت قبل قليل من أنه يغلب على ظني أن هذه الكلمة سوداء موجودة في أصل الرواية ولكنها صحفت سوراء ابن أمة سوراء ما معنى سوراء نحن إذا أردنا أن نعود إلى الجذور اللغوية لهذه الكلمة كلمة سورة سورة في لغة العرب ماذا تعني السورة فلان له سورة القبيلة الفلانية لها سورة السورة السورة هي الرفعة والكرامة والمنزل العالي ومن هنا قيل في معنى سور القرآن سورة البقرة هناك معنى مشهور أن المراد من السورة يعني المسورة المحددة فسور البيت حدوده وسور المدينة نهاية معالمها وهناك تسور بسور فيقال سورة البقرة أي هناك عدد من الآيات قد سورت بسور حددت ولكن أيضا من جملة معاني السورة الكرامة يعني هذه قطعة كريمة من القرآن هذه قطعة رفيعة من القرآن في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف وهو يتحدث عن العترة الطاهرة عن أهل بيت العصمة فماذا يقول وفيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن وفيهم كرائم القرآن إما المراد من كرائم القرآن أكرم الآيات مثل ما نحن نقرأ في دعاء السحر اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة قطعا دعاء السحر هنا يتحدث بالدرجة الأولى عن الآيات التكوينية وأكرم الآيات التكوينية الإسم الأعظم 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 يعني بعبارة واضحة يعني الحقيقة المحمدية فأكرم الآيات تكوينا حقيقة محمد وآل محمد التي عبر عنها بالإسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها ولكن هناك صورة لهم في عالم التدوين دونت في آيات ملفوظة إنها جعلناه قرآن عربية هناك قرآن ملفوظ وهذا هو عالم التدوين وهذه الآيات أيضا يمكن أن نطبق عليها ما جاء في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها فإن أكرم الآيات في عالم التدوين في المصحف فإن أكرم الآيات هي في أكرم الآيات التكوينية فيهم التي تتحدث عنهم بشكل مباشر وإلا فكل آيات الكتاب هي فيهم وفي شؤونهم حتى التي في أعدائهم فالحديث عن أعدائهم إنما هو حديث في شؤونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فما جاء في دعاء السحر إنما أبين هذه المعاني كي لا تختلط الأمور عليكم فما جاء في دعاء السحر بالدرجة الأولى الحديث عن المعاني التكوينية عن المعاني التكوينية العالية والعالية جدا اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها أكرم الآيات إمام زماننا ولكن في عالم التدوين له صور اللفظية لذا يقول أمير المؤمنين وفيهم كرائم القرآن فقد يكون مراد سيد الأوصية أن أكرم آيات القرآن فيهم في العترة الطاهرة وقد يكون مراد سيد الأوصية من أن القرآن بكله فيهم أفليس المصحف هو القرآن الصامت وهم القرآن الناطق وحينئذ فإن المصحف فإن القرآن صامت هو بكله فيهم هو صورة صامتة عن القرآن الناطق وفيهم كرائم القرآن يعني وفيهم سور القرآن وآياته فنقول سورة كريمة ونقول آية كريمة فحينما نقول وفي الآية الكريمة كذا كذا ليس المراد هنا في الآية الكريمة يعني المسور المحدد وإنما في الآية التي لها الكرامة والرفع وفيهم في العترة الطاهرة كما يقول سيد الأوصية كرائم القرآن فيهم سور القرآن لأن السورة في لغة العرب تعني الرفعة والكرامة والعلوم وقيل سور القرآن لأنها قطع وأجزاء من القرآن كريمة رفيعة شريفة علية لماذا؟ لأنها صورة صامتة عن علي فهو الكتاب الناطق وهذه الآيات وهذا المصحف هو الكتاب الصامت فشرفه من شرفه اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وأشرف الشرف إمام زماننا يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق يا بقية الله يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك إنني أكفر بكل هذه الأصنام بكل هذه الأصنام بكل الأصنام الدينية والسياسية إنني أكفر بكل هذه الأصنام يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي بقية الله ومن به أنا واثق لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك ومن عداك فطالقوا طالقوا 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 إلى أن ينقطع النفس يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك ومن عداك فطالقوا كم فطالقوا صلوات الله وسلامه عليه سور القرآن إنها قطع من الكرامة والرفعة والشرف إنها الصورة الصامتة للكتاب الناطق يعني الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى كلمة سورة سورة تعني الرفعة والكرامة ومن هنا قيل لزينة المرأة التي تلبسها في يدها قيل لها سوار وسوار لأنها زينة للمرأة وتكريم لها يهدى حين عرسها وزفافها من الذهب والجواهر فلأن السوار أو السوار بالضم أو بالكسر فلأن السوار أو السوار هو من مادة كريمة هو من الذهب من المجوهرات هو من مادة غالية كريمة ويهدى لكريمة تكريما لتلك المرأة فقيل له سوار وقيل له سوار ومثلما تشبه المرأة الكريمة بالمهرة الأصيلة ألا يقال هذه مهرة أصيلة يقال مهرة لم تركب هكذا في تعابير العرب يقولون ودرة لم تثقب درة الدرة التي لم تثقب يعني اللؤلؤة التي لم تمسها يد وإنما تثقب اللؤلؤة إذا ما نظمت في قلادة لماذا تثقب إذا ما نظمت في قلادة فحينما توضع في سلك القلادة لابد أن تثقب فيقال درة لم تثقب أنها مصانة لم تعبث بها الأيدي مصانة عزيزة كريمة فيقال عنها مهرة لم تركب ودرة لم تثقب توصف المرأة بالمهرة الأصيلة وتوصف أيضا بالسوراء السوراء في أصلها هي الناقة الكريمة فيقال سور النياق مثل ما يقال حمر النياق وعشر النياق عشر النياق النياق الحوامل واحدتها ناقة عشراء وحمر النياق النياق الحمر وهي النوق العصافير أغلى أنواع النياق واحدتها ناقة حمراء وسور النياق هي النياق الكريمة مثل ما هناك خيول عربية أصيلة هناك نياق عراب نياق عربية أصيلة فهناك خيول عربية أصيلة وهناك نياق عربية أصيلة يقال لها سور النياق واحدتها سوراء فمثلما توصف المرأة الأصيلة بالمهرة الأصيلة توصف أيضا بالسوراء فسور النياق كرائم النياق والواحدة سوراء فيمكن أن تكون الكلمة سوداء في أصلها سوراء ولكن الذين نسخوا الكتب لا يعرفون معناها ولا يعرفون دلالتها وهنا أيضا تظهر الفصاحة والبلاغة فماذا يفعل الفاقد للفصاحة والبلاغة ولذا ماذا قال أعرب كلامنا فإنا قوم فصحاء أول صفة في آل محمد صفة الفصاحة إذا وجدتم المرجع ليس فصيحا لا يمثل أهل البن يمثل نفسه يمثل الشيعة الشيعة تراضون به هم أحرار رسول الله عنده خلفاء حقيقيون هم علي وفاطمة وأولادهما هؤلاء خلفاء رسول الله الحقيقيون المسلمون نصبوا لهم خلفاء وقالوا هم خلفاء رسول الله هم أحرار هؤلاء خلفاء الناس فقهاء أهل البيت لهم مواصفات أول صفة فيهم الفصاحة لأن أول وسيلة لمعرفة حقائق الكتاب وحديث الإتراء الفصاحة من دونها كيف يسمى فقيها فأهل البيت لا يعدونه فقيها من دون الفصاحة لا يعدونه فقيها وهذا واضح في كلماتهم وأحاديثهم الشيعة يسمونه نائبا للإمام فقيها مرجعا يوم أحرار لكن الحقائق تفرض نفسها على أرض الواقع إذن بعد هذه البيانات أعتقد أن المعنى صار قريبا وهو على سبيل الظن مثل ما بيّنت الموقف الشرعي هذه الأحاديث نطرحها جانبا وقد شرحت خلفية ذلك أما الموقف العلمي فقلت هكذا أزعم بحسب الظن الذي يغلب على ظني من خلال الخبرة في كتب الحديث ومن خلال الخبرة في كلام العرب أقول هذه الكلمة موجودة في الرواية ولكنني أعتقد هي سوراء وليس السوداء لأن سوداء لا يستقيم معناها وسوراء ينسجم معناها مع شخصية السيدة نرجس فهي كريمة هي ابنة ملوك حفيدة الحواريين وهي أم الإمام المهدي وهي زوجة إمامنا الحسن العسكري هي أميرة في بيت جدها وأميرة في بيوت آل محمد إنها مليكة الدنيا والآخرة إنها أم القائم إنها السيدة نرجس الطاهرة إنها السيدة الكريمة السوراء هناك رواية أردت أن أطرحها عليكم وأن أقرأها من كتاب الكافي لكنني سأقرأها عليكم في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى حينما نتوغل في تفاصيل الشاشات الملحقة عندنا شاشات أصلية وعندنا شاشات فرعية ثانوية وعندنا شاشات ملحقة في الشاشات الملحقة هناك موضوع مهم جدا وخطير جدا الرواية هذه تتناسب مع ذلك الموضوع ولا علاقة لها بالموضوع الذي بين أيدينا أترككم في رعاية القمر وقت الإفطار بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف بات وشيكان أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله موسيقى 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 شبابة مرحبا